اشتركوا في القناة كما وصل وفد سلطنة عمان الى العلا للمشاركة في القمة الخليجية برئاسة فهد بن محمود السعيد نائب رئيس الوزراء كما وصل ولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد الخليفة على رأس وفد المملكة ووصل طائرة الكويت وعلى متنها امير الكويت نوافل احمد الجابر الصباح رئيس الوفد الكويتي المشارك في القمة كما وصل امير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وذلك لاول مرة منذ الازمة الخليجية عام 2017 وتشارك مصر في القمة بحضور وزير خارجيتها سامح شكري وعشية انطلاق القمة اعلنت الكويت لاتفاق على فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر معالي الامين الام لجامع الدول العربية السيد احمد ابو الغيط ومعالي الامين الام منظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن احمد العثيمين العثيمين شاكرا لهم حضورهم لهذه القمة المباركة وود في هذا اللقاء الطيب ان اعلم عن بالغة الثناء والتقدير للمملكة مثمنا حرص لاشقاء قادة دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية على بدل مزيد من الجهود لتحقيق كل ما في خير لشعوبنا ويسرني في هذا المغام ان امرحب بمعالي سيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشغيرة